قال تعالى في سورة المؤمنون وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ قال تعائشة يا رسول الله تكون هذا يؤتون ما أتوا هم خايفين وقلوبهم وجلة ظنت أنهم العُوسات قال هل لا يا ابنة الصدِّق هذو اللي صاموا وقاموا زكوا وتطوعوا داروا الخير لكن يخافون أن لا يتقبل منهم يرون في أعمالهم تقصيرا يقولوا هذا الأعمال لا تليقوا بالجليل الجميل الكريم الجواد المنان الحي القيوم لا تليقوا بهذه العبادة فهذا يسموه الحياء بسبب التقصير الحياء الثالث حياء الإجلال بسبب الإجلال تعالى سبحانه عز وجل ويكون ذلك لمن عرف الله عز وجل معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته وعلى قدر معرفات العبد بربه يكون هذا الحياء ويزيد وينمو ويسموه وتينع ثمار شجرته في قلب الإنسان وتظهر على سلوكه هذا ما يجيك بالتأمل في أسماء الله والتأمل في كلام الله والتأمل في أقدار الله الكونية والشرعية كي يقول للعبد فاقيها في الأمر والنهي فاقيها في الأسماء والصفات فاقيها في القادر الكوني والقدر الشرعي ينسمع فيه ذي الحياء يقول لي يعيش الجلال تعالى سبحانه عز وجل فهذا إذاك إنسان يتفكر أسماء الله الحاليم المنان المحسن المنعم الأول الساميع الباصير الرقيب الودود هذا حال السلف لما فهموا هذه الأسماء وما تضمنتهم من صفات نصنع فيهم الحياء من الله سبحانه عز وجل كان السلف الصالح كي يقرؤ ذاك الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا يجثون على الركب حياء وإجلالا لله سبحانه عز وجل أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين